اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريمونتادا النهاردة كان ختام الجولة التمنى من الدورة الممتاز مباراة جمعت بين المصري ومقاولين العرب والانتهت بالتعادل 2-2 ومباراة كانت مصيرة جدا مقاولين العرب بقيدة شوقي غريب نجح في التقدم بهدف مبكر في بضيئة 3 من اللقاء ونجح فريق المصري في إدراك الهدف التعادل قبل نهاية الشوت الأول ومع بداية الشوت الثاني نجح فريق المقاولين العرب في التقدم الجديد ولكن المصري أحرز هدف التعادل بعدها مباشرة علشان يطلع الفريقين حبايب من المباراة وكل فريق ياخد نقطة ومكاملين في أخبارنا المحلية النهاردة الأهلي خاطت تدريباته بدون راحة بعد الفوز على فاركو مبارح ونظم كالر مباراة ووديه لللاعيبين اللي مشاركتش أمام فاركو والمستبعدين أمام فريق الشباب بالنادي وده في ظل رغبته لتجهيز كل اللاعيبة في الفريق المباراة الوديه النهاردة شهدت مشاركة كهرباء كمان شارك فيها عمار حمزي بعد غيابه عشر شهور بسبب إصابته قاطع في الرباط الصليبي كمان مارسل كالر اجتمع مع جهازه المعاون علشان يحدد استفقات الجديدة للفريق للتعاقد معها قبل المشاركة في كاس العالم للأندية ويبلغ بها الكابتن محمود الخطيب وللمفروض يجتمع به خلال الأيام الجاية تعالوا نشوف رأي الجماهير إيه المراكز المحتاجة دعم في تشكيل الأهلي لكاس العالم للأندية أسأخذ رأيك في المراكز الأهلي محتاجة دعمها قبل المشاركة في كاس العالم للأندية والله الأهلي محتاج مواجم يخلص قدام الجهون أهلي الحمد لله الفترة دي يتفق أفضل حالاته ولو حابب أنه هو يقوي بشوية مراكز أو يدعم مراكز أظن أن مركز الباك اليمين يملأ أكرم ومحمد هاني بشكل ممتاز محتاجين خليفة العلي معلول محتاجين رأس حربة يكون فوق السوبر لأنه نحن محتاجين فوق السوبر في مركز رأس الحربة أكتر مركز الأهلي محتاجه مركز الجناح وده يعتبر القهربة لو رجع إن شاء الله رب العالمين هيبقى قوة ضربة للناد الأهلي في مركز الجناح بس محتاجين بردو جناح قوي تاني مع كهربا أو يرجح حتى حسين الشحات يبتدي رعبهم مبتوشة كتير لازم يلعب مهاجمين كتير عشان بخطي الهجوم يقوي يبقى الجناح هو إن شاء الله المركز الوحيد هو رأس الحربة لأنه طبعاً ما يفتقدين رأس الحربة رغم إنه هو موجود بس المستوى متذابذل من عندي شريف بقاله بتاع سنة ولا سنتين فليه المدرب الجديد ما يعني ما يرجعوش لمستواتين وهو شريف يرجع لسيكاته بنفسه تاني مهاجم هو الحاجة بس مهاجم يكون حاجة فزة يعني ما يكونش حاجة من الدولة المصري ما فيش حاجة محترف حتى أجنابي مستوى يوليك لو لعب مع الأهلي أو في كاس العالم الأندية حتى جلق أبوكا كان جامد بس دلوقتي فاك خمس متوشة وحش قوي مع سراميكا من زي ما كان في إمبي وبديل المعلول وصنع العيد الأهلي ده بالنسبة له عنده الباك اليمين تعبان احنا عايزين باك يمين جامد في النادي الأهلي عشان يمسل مصر وبالنسبة للمساكين برضه احنا عايزين مساكين الاتنين اللي هما قدام الجند وعايزين راس حربة صريحة يا رفيقات الجوان عاوزين راس حربة أجنابي ويرات يكون أفريق محتاجين الخط الوسط ندعم برضه راس الحربة ومن أخبار الأهلي الأخبار الزمالك أمير مرتضى المشر في عكورة في النادي حقق في أزمة إمام عشور بمبارات الفريق أمس أمام حرس الحدود بعدما طالب اللعيب أن يشوت دربة الجزاء بدل زيزو أمير مرتضى بعدما حقق في الوقعة قرر عدم توقيع غرامة مالية ضد إمام عشور واعتبر تصرف اللاعب مجرد حماس في الملعب ورغبة منه في تسجيل هدف لفريقه خصوصاً أن الزمالك كان متقدم من ثلاث أهداف كمان إدارة نادي الزمالك اعترضت على تأجيل أي مباراة لأي فريق في الدورة لرغبتها في انتهاء الدورة في موعده الطبيعي وده بعد معامر حسين رئيس لجنة المسابقات تلع وأكد أن فيه احتمالية لتأجيل بعد منشاط للأهلي بسبب مشاركته في كاس العالم للأندية وبعد ما خلصنا أخبارنا المحلية نوح لأخبارنا العالمية واللي هنبدأ معاكم بتسريب سور للتيشيرت كريستي عن رونالدو في نادي النصر السعودي كمان بعد التقارير أشارت أن رونالدو وصل الرياض النهاردة علشان يوقع بشكل رسمي مع النادي السعودي ونروح لأخبار لعبتنا المحترفة والبداية مع محمود تريزيجي اللي ساهم في تآهل فريق ترابزن سبور لدور الست وشر في كاس تركيا ترابزن فاز بنتيجة 3-0 على سامسون سبور ونجح تريزيجي في صنوعة الهدف الثاني في الديئة 28 من عمر المباراة ومن تريزيجي الكوكا واللقاط فريقه ألانيا سبور للوصول لدور الست وشر في كاس تركيا كوكا أضع ركلتين جزاء قبل ما يسجل هدف التقدم لصالح فريقه علشان تنتهي المباراة بنتيجة 2-1 وبعد ما رجعت الدوريات المحلية مرة تانية بعد انتهاء كاس العالم تعالوا نشوف رأي الجماهير ايه أكتر دوري أوروبي منتظر عودته قل لي ايه أكتر دوري أوروبي انت منتظر عودته عشان تتفرج عليه بعد مخلص كاس العالم أكيد الدوري الإنجليزي يعني هو أقوى دوري في العالم أكيد يعني طبعا الدوري الإنجليزي أهمي وأقوى دوري في العالم وصوصا إن فيه أكتر من نجوم موجودة وطبعا وجود محمد صلاح طبعا أكيد لازم نشجعه من مصر بلدنا الدوري الإنجليزي عشان أفضل دوري فيه قورة وقتصارة ومتعة وبنحب نشوف طبعا نجمنا محمد صلاح فدي حاجة بصلاحة مستنينة كلنا أكيد الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي طبعا عشان نشوف وصفى محمد مع محمد صلاح يعني أكيد يعني دول أكتر حاجة أحنا ممكن نتابعها يعني عماتا الدورات الخامسة الكبرى دي بيكون لها طابع خاص أمنتظر عود الدوري الإنجليزي خاصة البرامر بيج عشان بحب أشجع السيتي وأحب أخذ الجاردولة جدا وبحب أفراج على الفريق أو أحب دوري الإنجليزي من أحسر دوريات في العالم منتظر دوري الإنجليزي عشان ليفربول طبعا وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة ومستمرين معيكم بعض الفوصل مع كابتن ميدو أهلا معكم مرة تانية في الرمنتادة والدوري المصري وختام الجولة التامنة النهاردة المقاولين بتعادل مع المقاولين اتنين اتنين أو المصري بتعادل مع المقاولين اتنين اتنين في مباراة مهمة للفريقين المصري تحت قيادة الكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن لسه بيدوره على أفضل تشكيله وأفضل اسلوب يلعبه به محتاجين شوية دعم في يناير والأمور هتمشي بشكل أفضل لكن فرقة كويسة مدرب طبعا عنده خبرات كبيرة ومهم جدا بالنسبة للمصري أنه ما يخسرش في الوقت ده المصري بيبني بيبني عنده لعيبة كويسة مدرب تاني مدرب أكيد كبير ودلوقتي أعتقد أنه يبقى فيه تواصل ما بين المجلس وما بين الكابتن حسام وكابتن إبراهيم عشان يبقى فيه تدعمات في يناير والفريق يبقى في المكانة اللي المفروض يبقى موجود يبقى موجود فيها ناحية تانية المقولين هكلمكم عنه لكن النهاردة تعادلوا اتنين اتنين طبعا بداية محمد سالم بدأ اللقاء بهدف مبكر في الدين اتنين ثم بعد كده تعادل اتوجة في الدين اتنين واربائين من السيستة حلوة قوي من أجبوته وبعد كده عبد الرحمن خالب بيتقدم للمقولين وبعد كده الجلسي بيتعادل في الدين اتنين واربائين عشان تنتهي المباراة اتنين اتنين وتعالوا نشوف يعني الهايلايتس بتاعت المباراة عشان اللي ما شافش الماتش ماتش من الماتشات الحلوة قوي قوي المقولين عجبيني بيلعبوا بحرية بيتحركوا كويس جدا دي الاهداف طبعا ده الهدف الاول في بداية المباراة محمد سالم يعني تحسبت ترفعت الراية بعد كده لما رجع للفي ار اتأكدوا ان هي هدف وهي هدف يعني هدف يعني انا محمود جد من اول لما راح المصري بياخد قرارات غريبة هل هو مش مستحمل الضغط الجماهيري والتمن الكبير اللي راح به المصري حاجات كتير يعني علامة استفهام كبير المصري يا جماعة شاري محمود جد ده برقم كبير جدا ومحمود جد يعني من الحراس المميزين جدا اللي هو المستقبل ولكن لسه من غير دلوقتي ملاقاش يعني مش عارف يلاقي افضل مستوى ليه طبعا ده هدف التعادل للمصري بعد كده عبد الرحمن يعني عبد الرحمن خالد بيهرس هدف التقدم في وقت مهم جدا في بداية الشوت التاني واحمل لعيبة المميزة جدا عبد الرحمن خالد وعمل موسم هايل لغاية دلوقتي وكأنه كانت شوق يعني عادت تشفع جبنة ده هو طول عمره لعيد كويس على فكرة لكن حصل له دروب كده ولكن بيكمل كويس جدا في الثمنتاشر وماشي بشكل كويس جدا ثم بعد كده هدف التعادل للمصري طبعا من يعني من كرة طبعا الجلاصي بيسجلها رجع للفي اي ار الحكم ودي ضربة الجزاء حطا كويس اوشانتنتين مباراة اتنين اتنين لكن الاحراز الهدف الاول محمد سالم وهدف حلو قوي يعني فيه قطعة كويسة كويسة جدا وفيها سنس راس حربة يعني محمد بساء خير خير كابتن ميدف مبروك على جول النهاردة محمد ضي بركي كابتن ربا نخليك محمد يعني مطشة نهاردة مطشة مش سهل لكن اكيد ان انتو زعلانين ان انتو تتقدموا مرتين والمصري بينجح في التعادل ويرجع للقاء ايه الكلام اللي كان يعني بعد المباراة من الكابتن شوقي خاصة يعني اكيد قد نقطة مش وحشة لكن كان عندك فرصة ان انتو تقدروا ان انتو تكسبوا طبعا هو في الاول اكيد يعني لما تلعفرها زينا دي المصري بالاسم الكبير دي بالجهاز الفني بالعيبة الكبيرة دي ونطلع نقطة واحدة في المصري مش وحش يعني عفنا زعين عفنا نكسناش اكيد بس مخصدناش بحثات بكويس كان شوي كان كلامه بعد المصري ان احنا عملنا وقدنا علينا يمكن في بعض الاخطاء ضغبية في الكرة بس الحمد لله يعني قدرنا نعمل الجيم كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعود في اللي جاي ان شاء الله محمد هل يعني اتفاجئت في الهدف ان انت لوحدك بالشكل ده في بداية المصري يعني انا شايف ان الكرة بالعوبة العرض انت طبعا قطعت كويس جدا قدام قدام المحمود ولكن فجئت ان ما فيش باكات جنبك في اول ديتين طبعا ايه اول المصري في الكرة زي جدا انا يعني انا مكمل مع اللعبة من اول نص الملعب لو هذا الكرة شفتها من اول نص الملعب لحد ما كملت جوال 18 وهتعملت لي من جون كويسة وادرت الحمد لله كنت موفق في الكرة دي ان انا اجيب 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 مع ذلك كان يعني حتى بعدها شوية كده كان عملنا عجمة ورتضة بنفس السيناريو نفس من لويس لجون لسالم كنا ممكن نجيب فيها الهدف الثاني بس الحمد لله الحمد لله محمد يعني المقولين السنة دي مختلف المقولين بيلعب بحرية اكبر وده اللي انا قلته حاسس ان كابتن شوقي ميديكو حرية في الملعب والنتائج ما بتجذبش عايزين استعرض طبعا النتائج المقولين العرب السنة دي اللي يعني كابتن شوقي عمل معجزة كبيرة مع الفريق السنة اللي فاتت بالبقاء ثم بعد كده بداية تعتبر جيدة جدا في بداية الموسم ببينة محمد يعني حجم المجهود والعمل الكبير اللي اتعامل في فترة الاعداد قبل بداية الموسم طبعا نكابتن ميديو في الاول يعني من اول ما كابتن شوقي جاننا الفريق وعملنا معجزة يعني شبنا معجزة فراحة اننا ناخد ترتاشر نقطة من خمساشر في اخر الموسم من خمس فرق اسم كبير ده بحد ذاته اعجاز كبير يعني ادرنا بفضل الله ومجهود الكابتن شوقي والعيب والجهاز والادارة اننا نقعد في الدوري وعلى اساس ده نبنينا السنة دي وعملنا فترة ده يعني بشكل كبير كانت نكحة كويس اوي اوي وده اللي تضع علينا في ذات الموسم يعني انا وصلنا من نقطة خلاشر من هاردة مخسن نجر مطر واحد يمكن تعدلنا حوالي 4 مطر شهات وكسن نجر مطر شهين فده بحد ذاته معدل يعني بالنسبة لنا كنا ممكن نبقى أعلى من كده بس مش وحش في اللي وصلنا له حرية الملعب حرية اللعب عندنا كبتن شاوي من نوعية المضربين اللي يعني بيدي حرية واريحية كبيرة كده او ثلاث قدام بنلعب لا مركزية ما ما تعرفش مين بيرعب فين فده بدينا حرية كويسة ومدينا يعني حلول كتير في الملعب محمد يعني أنا ملاحظ ان ارقام المهاجمين افضل بكتير السنة دي وعايز اعرف دور جده معاكو في التدريبات والشغل بتتحك ليه لا لا اصلا ما بيعملش حاجة اقول ليه لا لا خلاص هو فعلا بعد كل دمرين كابتن جده دائما بياخدنا احنا محاجمين وبنزود معاه بنشتغل معاه في الحتة المحاجمين بالزاد بنشتغل معاه هو كابتطلعت بنشتغل يعني معظم الوقت بعد التمرين بالزاد بنفنش عاجمين كويس طبعا يعني اهم حاجة ما تلعبش معاه بس هت تنس او فوليا وكده لانه سيء جدا جدا في المساحات الصغيرة صدق لا 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 نلعب معه غرب كده وهتسوه حبيبا محمد مبروك على جول النهاردة وان شاء الله بالتوفيق يا محمد حبيبا كبت يعني طبعا ده ده الهدف متع محمد سالم والهايلات في المتش شايفين كابتن حسام قدامنا لسه بيحفظ لعيبته في حاجات لسه أكيد هو مش راضي عناها يعني بداية المتش مهمة جدا بداية المتش مAttش ملمة جدا ده بداية المتش مهمة جدا فيه مساحات كبيرة جدا في الدفنسب المصري حاجات أكيد كابتن حسام هشتغل عليقا ان له لازم يعني في بداية المتش يبقى فيه تأمن شوية نرباش فيه الدفاع في بداية المباراة بالشكل ده يخلق مساحات في قط الظهر لكن كابت separat حسام أكيد يعني يعني هيراجع الكلام ده وعنده خبرات كبيرة جدا في انه يصلح الأخطاء ومع شوية دعب يعني طبعا في يناير وأكيد كابتن حسام يعني هيتقدم للمجلس الإدارة باللعيبة والمراكز اللي هو محتاجها كل التوفير للنادي المصري وجمهور بور سعيد تعالوا نرجع جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة التامنة أو بعد مرور تمن جولات الأهلي في الصدارة 22 نقطة الزمالك يلاحقه بفارق نقطتين 18 نقطة فيوتشر أسف 20 نقطة فيوتشر في المركز الثالث 18 نقطة وبداية رائعة فيوتشر في بيرامدز 17 نقطة في المركز الرابع غزل المحلة الاتحاد سراميكا كليوباترا المقولين 11 نقطة تلاقي الجيش 10 نقاط وتطور كبير في المشتوى تحت قيادة الكابتن محمد يوسف المصري 8 نقاط فارقه 7 نقاط سموحة 7 نقاط البنك الأهلي 6 نقاط لإسماعيلي MPS1 الداخلية وحرس الحدود في المركز الأخير الأخير النادي الأهلي النادي الأهلي يعني واضح جدا من خلال التصريحات بتاعت كولر مبارع ومن خلال تصريحات كابتن سيد عبدالحفيس مدير الكرة أن الأهلي بيبحث عن التدائيم في يناير أو في فترة الانتقالات الشتوية ولو رجعتوا عدراتكم تصريحات كولر مبارع بعد المباراة بيقول أنا ما عنديش جناح أشوال ما عنديش جناح أشوال وطبعا ده بيبين أن يعني الرجل بيقول أن محمد شريف لديه ميزة أنه يلعب بقدميه بقدميه يعني وبيلعب بريجليل اتنين وفعلا دي حقيقة حمد شريف بيعرف يلعب بريجليل مين وبريجليل الشمال كويس نحن لنا نمتلك لعبين في مركز الجناح يلعبون بالقدم اليسرى ولذلك طبعا في غياب برسيتاو لأن برسيتاو يعني مش موجود ولذلك يمثل أحد الحلول بالنسبة للفريق واستطاع تسجيل هدف الفوز دي تصريحات دي تصريحات كولر بعد مباراة فاركو والأهلي ولو روحنا تصريحات كابتن سيد عبد الحفيز هتلاقي أن الاتجاه ماشي في الدعم من الممكن دي تصريحات كابتن سيد من الممكن أن نقول أقوى في يناير لأنه بالتأكيد ستكون هناك تدعمات جيدة بجانب الأسماء الموجودة في صفوف الفريق يجب النظر بشكل أفضل وأشرص من هذا الأداء ابتداء من يناير من خلال التدعمات والمجموعة المتواجدة بالفريق يعني واضح جداً واضح جداً يا جماعةً الديريكشن في النادي الأهلي خاصةً بعد الخطاب وتأكيد المشاركة في كهس العالم للأندية أن يحصل تدعم وده مش سهل في يناير على فكرة يعني أنت دايماً معروف على انتقالات يناير عشان برضو الناس تبقى عيشة الواقع معروف أن انتقالات يناير بتبقى صعبة جداً 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 فيها أن أنت تسقط فيها لعيب كويس مش سهل دايماً في الصيف في الانتقالات الصيفية بيبقى عندك مساحة أكبر أن أنت تجيب اللعيب وتشتغل عليه وتشتغل معاه في فترة الأداد وتحفظه طريقة شغلك وأسلوب لعبك والمتشاط الودية ويبتدي أنه يخش في الفرقة واحدة واحدة كل الكلام ده كله ده غير ليه دايماً انتقالات يناير صعبة الفرقة كلها بتبقى في يناير مش عايزة تسيب أحسن لعيبة عندها صعب أنت لو أنت هتجيب لعيب كويس هتجيب لعيب عادي أكيد الأهلي عايز نجيب لعيب أحسن من اللي عنده فبنتكلم على الأجنحة وعلى بالذات مركز المهاجم وهنا أنا ليه رأي رأي فني في التلت الهجومي بتاع النادي الأهلي والرأي ده أنا ما ببنهوش أنه هو رأي جاي من ميدو بس لكن من رأي أمثلة كتيرة شفناها طول حياتنا أنا شايف أنه دي الأهلي بيتعاقد مع العيبة في الهجوم وبيتعامل معها غلط بيتعامل معها غلط إزاي أنت مفروض أنه أنت مثلاً جبت مهاجم أنت اشتريت مهاجم شدي حسين مثلا صح المفروض أنه أنت مقتنع بالراجل ده أنه هو مهاجم جامد ومهاجم عنده شخصية النادي الأهلي وراجل أنت تابعته فترة طويلة فمقتنع يقتنع تام أنه هو يصلح للهب في النادي الأهلي صح؟ أنت لازم خلاص أنت الراجل ده أنت جبته لازم تدينه ماتشاط ويبقى عندك قرار لو أنت اللعيبة كلها مطلع يعني لسه ما خدتش قرار من المهاجم الأساسي يبقى عندك قرار مثلاً قناعة أن شدي حسين مثلاً المهاجم الأول للفريق فابتدى تدينه ماتشاط وراء بعض وراء بعض لغاية لما يوقف على رجله ويفوق ويجيب جوان ويبقى لهدف بتاعي لأننا راجل بقى انفسته باستثمر في العيب بقى يدفع فيه تلاتين واربعين مليون جنيه يبقى خلاص لازم أديله الدعم أفضل ألعبه وحتى لو وعش ألعبه تاني وتالت طول ما هو بينفذ التعليمات بتاعت المدرب وطبعاً بيموت نفسه وأنا آري وشايف أنه عنده شخصية النادي المشكلة وأضرب لكم أمثلة كتيرة يعني أمثلة بقى يعني إيه آيمان منصور كابتن آيمان منصور طبعاً من المهاجبين على فكرة الكبار الأول اللي جم في تاريخ الزمالك وأنا دايما بقول كده مش واخد حقه رأس حربة محترم آيمان منصور قعد أول 11 مطش معنات الزمالك ما بيجيبش جوان بس الزمالك مقتنع به وبيلعبه بيلعب كل مطش بيلعب بيبدأ بيلعب وراء بعض لو قاعد ما جاب جون في النادي الألف كابتن شوبر أنا فاكر وبقى آيمان منصور هدف الزمالك نفس الكلام لو روحته لفلافيو فلافيو كان قاعد موسم كامل ما بيجيبش جوان بس جوزيه مقتنع به إن دا المهاجم اللي يلعب مع ماد متهب ما فيش عد غيره فابتدأ أول لما جاب جون أنا فاكر جاب جون في المحلة كده بضهر دماغه أو أي كلام بتاع بس إيه بقى فلافيو واحد من أهسن المهاجمين لأ جنب اللي جنب اللي جنب في تاريخ الدوري لو ما كانش يتصبر عليه عمره ما كان يبقى فيلافيو لو آيمان منصور ما كانش يتصبر عليه عمره ما كان هيبقى آيمان منصور أنا ميضرب لكم مثلا من هنا ومن هنا لو النهاردة زين الدين زدان راح اليوفي مثلا لما راح مشي من بوردو راح اليوفي قابل ما يروح لرين مادريد قاعد أول ست شهور لعيبة عادي بس هم وصلين فيه كويس وعنده شخصية النادي. بس انت فيه وقت بتاع ادابتيشن. ادابتيشن يعني ايه? اللي هي فترة تتأقلم مع اي نادي جديد. مع ما كانت امكانياتك ومع ما كانت شخصيتك. فلما تيجي انت النهاردة بتحطينا لعب مطش. اجيب جون. تروح شددني ومعادني تاني احتياطي. وبعد كده اقعد احتياطي انزل ابقى واقش. فالمطش اللي بعديه اقعد وما انزلش. وبعد كده تروح بادئ بيه. العب. اجيب جون. تروح مرجعني خطوطين لورا. ده رأيي. ان الروتيشن في الحتة اللي قدام دي. مأثر على مستوى كل العدة النادي الاهليه. لانه واضح جدا ان الراجل عايز يثبت ورا. وعايز يثبت نصف الملعب. على قد ما يقدر. يعني حاجاته بيغيرها. وفي الحتة اللي قدام بيعمل روتيشن. بيغير كتير. يبدأ مرة ده مرة ده مرة ده مرة ده هنا. مرة ده هنا. لسه بيستكشف الحتة دي. صح؟ الموضوع ده جماعة. انا بكلمكم بقى شغل. كلام كورة. بكلمكم كلام كورة. لو جبت. وبالحديث عن التدايمات. لو جبت. بنزيمة. من ريال مدريد. لعبته في النادي الاهلي. وابتدى يلعب ماتش. بنزيمة بصوا. بنزيمة احسر رشادة حربة في العالم. ولعبته ماتش. وجاب جون وروح تشدهم قعدوا. وبعد كده منزلش. وبعد كده منزلش. وبعد كده لاب مش هيعرف ينجح معاك. مش هينجح. مش هيشتغل. زي مثلا. انت جبت بولية. روحت ملعبه. الراجل لعب. اشتغل. بعد تاني ماتش. ابتدت الناس تقول لا 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 لا. ده مش مستوى الاهلي. طب تعالى. اقاضي احتياطي. ابتدى خلاص الراجل هو نفسه يبقى عنده شكوك في امكانياته. اللعيب اللي رايق نادي كبير ده. بيبقى محتاج. والدعم وكل حاجة. ومش معنا كده انه يلعب على حساب الفرقة. لكن في قناعة بي. في قناعة المدرب. في قناعة بالراجل ده. في قناعة بالراجل ده. طيب. هتيجي انت النهاردة. 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 هتيجي تقول لي انت بتسأل ميده. مين احسن مهاجم في الاهلي. احسن مهاجم في الاهلي. احسن مهاجم في الاهلي شادي حسين. لو انا بدرب النادي الاهلي. هدي الراجل ده ماتشط ورا بعض. طك ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لان انا هو كمان عنده شخصية. اللعيبة التانية كويسة. لكن هفضل مديله ورا بعض ورا بعض. الغاب ما يقف على رجله ويشتغل. والمكان ما تجيبه وماش ويشتغل ده وجهة نظرنا إنما إن انت بتجيب لعيبة وأكبر مثال على كده ما هو أنت أسهل حاجة بتقولها إن انت ما تجيب لعيبة إن انت تطلع تقول إنه هو إيه ما عندوش شخصية النادي الأهل لا ما هو ماشي يعني اللعيب محتاج دعم ده راجل جاي من نادي متوسط أو نادي مفيش جمهور وداخل بيخش على الفرقة محتاج بقى إنه هو ياخد ملعب ومتشاط طالما إن انت عندك قناعة به طالما إن انت عندك قناعة به نفس الكلام لما أجا روح مثلا للنادي الزمالك الراجل سامسون ده لعيب كويس جدا لكن عمره ما هيقف على رجله إلا ما ياخد متشاطه ويبقى بياخد زي مفررة بيأم معا كده الراجل كان عنده مشاكل بيدخله تدريجي هيبتدي اللعبه أساسي وهيبتدي يخلق منافسة منه ومتشاطه في الجزيرة الغاية ما أنا بقول لكم فريرة بالنسبة له هيروح محدد بعد فترة معانة إن المهاجم بتاعي نمرة واحد مثلا سامسون خلاص هيبتدي الجزيرة يبقى بديل أو العكس ما عرفش بس إيه لازم يتخذ القرار يا جماعة مركز رأس الحرب ده مركز حساس جدا زي وزي حراسط المرمى إنتا ليه ما بتعملش روتاشن في حراسط المرمى لأن مركز حراسط المرمى ده حساس جدا جدا الجن اللي هيقع منك نفسيا ما تعرفش تلمه تاني طيب هل الرأس حربة مختلف؟ أنا بقول لك أنا قلت رأس حربة ولقبت في 17 ألف نادي لقبت في 10 أندية في الكرير بتاعي أي نادي روحته نجحت فيه أنا نجحت فيه ليه؟ أنا الحمد لله كان عندي الشخصية أنا لعب في أي حتة قلتش الحمد لله بخاف من أي حاجة ليه علاقة بالكرة اديني كرة وحطيني في وسط نجوم العالم هلعب زي عمري في حياتي ما هفكر إن أنا أقلم إنهم حاجة طيب النهاردة الأندية اللي نجحت فيها لما باجي أفكر هي الأندية اللي ادتني الدعم لما روحت آيكس على فكرة في الأول كان عندي مشاكل لكن آيكس فضل إيه؟ هو مؤمنين بي ففضلوا يلعبوني تق 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 ورا بعض لغاية لما جي الوقت ابتدت تصبط معايا وبتدت أجيب جوان خلاص العجلة دارت تقوم أنت بعت الهارة تاني وموقفني لأنه خلاص العجلة دارت المكرة طلعت قماش ترجعني من ورا تاني لا هو ده بقى اللي بيحصل فابتدوا آيكس يدوني مطشاط فبتدت أجيب جوان خدت ثقة خلاص العجلة المكرة اشتغلت خلاص خلاص مش هتوقف هو ده بقى الناس حربة ثقة على الجون ثقة مدرب خلاص بقيت الفيلشيك بتاعي اللي بعمله كده بيروح أي حاجة بتروح مش ميده كل الناس كل الناس هي دي بقى المشكلة اللي موجودة في رأيي في رأيي إن اللعيبة بتاخد وبيتاخد منها أول لما يبتدي يوقف على رجل وروح قاعد الكلام ده زي ما بتعامل إنت النهاردة زي ما بتعامل مركز حراسة المرمى بحساسية كبيرة جدا إن انت القرار فيه لازم يبتاخد صح نفس الكلام المهاجم المهاجم مركز حساس جدا جدا ووزيشن حساس جدا في المرعب زي حرس المرمى بالزبط ما تلعبش فيه كتير اختار ده الرجل المرعب بتاعي ودينه مطشاط واصبر عليه طالما أن هو عنده الإمكانيات هيجي منه هيجي منه طول ما هو طول ما هو بيقدي صح وبينفذ تعليماتي وبينفذ الضغط بتاعي صح والتحركات اللي بقوله عليها وفي الكار السابتة ملتزم بواجباته اللي 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 عليها وبيقوم بدوره هتيجي هتيجي وبское بتكلم على كل المهاجمين بتكلم على أي مهاجم حاش تتعامل على المركز المهاجم ده إن هو مركز عادي لو هو مركز عادي مكانش هيبقى المركز اللي بيتقادى أكتر أموال في العالم الرجل اللي بيخلص اللي بيخلص اللي بيخلص ده لازم عنده ثقة لازم عنده ثقة المدرب ثقة زميله ثقة الجمهورة هيجي الثقة ده الزميlex غير ما تبقى رجليه في الملعب إنما طول ما هو رجل برة ورجله جوا انسى أنت بترمي فلوس في الأرض بترمي فلوس في الأرض النهاردة فيه لعيبة بتيجي وبتمشي من قندية كبيرة مش عشان هي وحشة ومش عشان هي ما عندهش شخصية النادي بس عشان ما تتمش التعامل معاه بشكل سليم إمتى يلعب ولما يلعب وياخد مطشاط لازم يفضل في الملعب ما يطلعش تاني ما يطلعش تاني خلاص هو في العتة دي وأنا بتحمل المسئولية خلاص لأن أنا جاء لللي جبت اللعيب أو النادي اللي جاء اللعيب احنا كلنا تيم واحد فأنا بقول لكم تاني لو نظام الروتيشن اللي بيتعامل بالشكل ده مهما جبت مين لو جبت معرفش مين أيا كان أحسن مواجم في العالم لو جبت لوكاكو لو جبت هالند لو جبته وبتقدت لعبه ولما يجيب جنت عاده تاني وبكات لعبه وكل الكلام ده كله هيقع منك أو فترة التأقلم بتاعته هالطول وفي الأندية الكبيرة محدش بيصبر على حد فأنت بتكلم أن أنت إيه ما هو جمهور مش فاهم القصة دي هو جمهور لي نوار راجل كل ما بينزل مثلا جات له فرصة ضياحة أو كنت بتاع لأ أنت لازم لازم يبقى عندك بلان للعيب اللي أنت جايبه مش بتكلم على الأهلي بس بتكلم على كل الأندية كل الأندية لغاية ما خلاص الراجل بعد فترة معينة لو لو الراجل اشتغل وبعد فترة اديته بقى فرصة كاملة والما كان ما طلقتش وقماش خلاص يبقى أنا إيه أنا غلطت في القرار بتاعي أسلوب لعبه ما ينسبش أسلوب لعبي أيا كان أيا كان لكن دعم أن أنت تجيب لعيبة في يناير مميزة صعب جدا جدا وده اللي أنا قلته لما قالوا أن الأهلي مستني أنه هو يدعم بعد ما راجل يشوف وبتاع يا جماعة مين النهاردة النادي اللي بيسيب لعيب كبير في يناير مين يعني فيه فرق النهاردة هتسيب لك الهدف بتاعها اللي هو الراجل بيكسبها ما أنت عايزت هتجيب لعيب رجليه في المرعب صح هيسيب لك المهاجن بتاعها والجناح بتاعها والراجل اللي بيكسبه هيسيبوا لك كده في يناير لا هيقول لك على الأقل سيبولي قرات أخر موس اشتريه دلوقتي وسيبولي قرات أخر موس زي ما متشوف هنشوف إيه اللي هيحصل بعد الفصل أكلمكم عن نادي الزمالك وما يحدث في نادي الزمالك فيما يخص موضوع الفلوس والأحكام القضائية اللي بتتاخد والطعن ورفض الطعن وإيه الحل إيه الحل هنخلص من الموضوع ده إمتى بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونت هذا نادي الزمالك نادي الزمالك بيدفع تمن صراع تاريخي تاريخي ما بين المستشار مرتضى منصور وما بين الأستاذ مامدو حباس حصل بعض الخلافات زي ما حضراتكم عارفين ما بينهم يعني من 20 سنة يمكن أو يمكن يعني داخلين على 18 سنة 18 سنة هو خلافات انتخابية فتطور الأمر وده وقضايا وده شطب ده وده شطب ده وده رجع عضويته وده رجع عضويته وده رفع قضية على ده وده رفع قضية على ده وقصة كلنا كزمالكوية كنا فاكرين ان هي زي اي مشاكل بتعصل وحصلت في تاريخ النادي وبتخلص وبتخلص ولكن المشاكل دي والأواضي دي والخناء التاريخية دي موجودة لغاية النهاردة تخيلوا بعد 20 سنة النهاردة بيتم يعني رفض طعن الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيتم بالحكم الصادر بالحجز على اموال نادي الزمالك في بعض الحسابات البنكية النهاردة المستشار مرتضى منصور طعن على الحكم ده وترفض وترفض الطعن طيب ده معنى ايه ده معنى ايه ده معنى ان مشكلة الحسابات البنكية بتاعتنادي الزمالك ستظل يعني موجودة وهتفضل موجودة الزمالك هيبقى عنده مشكلة في ان هو يطلع ارقام حتى لو الفلوس فيها في الخزنة فيه فلوس فيه ارقام معينة مش عارف تطلعها مش عارف تطلعها مش عارف تشتغل بيها وده بيعطل البروسيس او الاجراءات بتاعة دفع المستحقات للموظفين واللعيبة وكذا 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 طيب يا جماعة انا فيه كام سؤال كده عايز اوجهه للسادة المسؤولين لان الزمالك ده مش لعبة الزمالك ده جمهور نادي ليه جمهور كبير جدا كبير جدا طيب ايه الحل ايه الحل الموضوع ده ليه مفهوش شفافية النهاردة المستشار مرتضى منصور مثلا قدم مستندات واوراق بتقول ان الاستاذ مامدوح عباس حصل على الاموال دي او استرد هذه الاموال او نادي الزمالك دفع له الفلوس التاني وقدم مستندات مستندات رسمية ليه وزارة الشباب والرياضة لسيادة الوزير الدكتور قاشف صبحي طيب انا عايز اسأل وطبعا الاستاذ مامدوح عباس بيقول الكلام ده ما حصلش وان الاوراق دي اوراق مزورة مستندات مزورة بس احنا معنا ولق احنا معنا احنا عايزين يا سادة الوزير احنا عايزين نحل القصة دي الزمالكوية مش هنفضلوا عايشين طول عمرهم في الخناقة دي فاحنا عايزين نفضها بالبلد دي كده طب نفضها ازاي نفضها ازاي ان كل واحد ياخد حقه لو الاستاذ مامدوح عباس ليحق ياخده ياخده ونقعد ونقول طب الفلوس دي كزا طبعا نقصتها طبعا نعمل نلاقي حل مش معقولة بلد كاملة مش لاقي حل في مشكلة واضحة وصريحة انا النهاردة المستشار مرتضى منصورة قدم مستندات بتقول ان الاستاذ مامدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق قريدي خد الفلوس دي خلاص خدها مش من حقه ياخد فلوس تاني ان هو بياخدها تاني دلوقتي صح طب ما تبصوا يا جماعة وحد يقول لنا المستندات دي سليمة ولا مس سليمة لو المستندات سليمة اللي قدمها المستشار مرتضى منصور ان الفلوس دي اتاخدت قبل كده خلاص جيم اوفر ايه فيله القصة دي انها مالنهاردة لو المستندات دي تلقى مزورة المستندات دي تلقى مزورة انت خلاص انت بسكت ده الراجل بيقدم لك ورق يعني انت بسكت عليه ورق كده يحبسه يحبسه صح ولا لأ ليه بقى الموضوع ده متعتم عليه انا نفس اعرف الموضوع ده النهاردة الراجل قدم مستندات وطلع بيها قدمها وطلع بصورتها في التليفزيون بيقول الراجل خد الفلوس انا نفس اعرف الموضوع ده واقف عندكم ليه 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 النهاردة مفيش حل جزري للمشكلة دي خلي بالكو انا باتكلمش على محكمة وقضاء ولا بعلق على حكام قضاء دي مش قصتي مقدرش اعلق عليها مقدرش ولا حد فينا هيقدر يقرب من حتة دي ولكن انا النهاردة بفكر كده بفكر المسجر مرتضى منصور بتاع في التليفزيون بيقول بيقول انا قدمت مستندات لسيادة الوزير ان الراجل ده اخد فلوسه قبل كده ليه عذراتكم ما بتفتحوش تحقيق وتشوفوا المستندات دي صحيحة ولا لأ لو صحيحة خلاص الكيس اتقفلت القضية اتقفلت صح؟ لو مش صحيحة يبقى الراجل ده هتدملكم مستندات مصورة وساعتها ساعتها الاستاذ مامدوح عباسي اخد حقه واحنا بقى نروح له نقوله بعد اذنك انت ليك خمسين هتاخد دلوقتي كزا ونعمل جدولة زي ما بيحصل في كلها انت في الدنيا ونلتزم كلنا قدامه ان الراجل ياخد فلوسه لان ده حقوق وحقوق ولاده وحقوق احفاده انا ما قدرش ان انا اقول له تنازل عنها ما قدرش ما قدرش مش بتاعتي ولا بتاعت حed لكن ليه ليه يا جماعة الموضوع ده متساب كده متساب يعني يعني ده المحاميين اللي شغلين في القوضى دي محاميين اللي شغلين في القضية دي لو ولاد خالتكو لو ولاد خالتكو وعايزينه ما يشتغل وستايدين الموضوع عشان الناس دي تشتغل كنته خلاص زهقته وحلته القضية وحلته القصة سنين يا جماعة سنين بلد بحالها مش عارفة تحل مشكلة ما بين اتنين ومش مشكلة ما بين اتنين على ورث ولا ولا اخنقت على ارض ولا بتاع دي مشكلة على نادي بيشجعوا ملايين نادي بيشجعوا ملايين ليه ما فيش حد عايز يتحرك ويحل ليه ما فيش حد عايز يتحرك ويحل مش فاهم هل يرضي ربنا ان كل يوم والتاني احكام والناس مش عارفة تتصرف في الفلوس والموظفين يعيني الغلابة اللي موجودين في النادي الفلوس تتعطر عليهم والناس يقول لك لا ده اصل ده حقه وده يقول لك اصل دفع اصل ما دفعش نحن لو جبنا اي حد قعد وشاف الورق وكشف عليه وراجع والقصة القصة دي كلها جماعة تخلص كلها كده في اسبوع في اسبوع سلموني انا الملف ده سلموني انا هعرف لكم الكلام ده مظبوط ولا لا مش فيه مستندات قدمها الرئيس النادي بيقول ان الراجل خد فلوس كل القصة ان انا هنراجع هنراجع الدايرة المالية او السيركل بتاعت الفلوس في التاريخ ده الراجل ده خد فلوسه فعلا ولا لا وهل دي وهتثبت اتحولت في حسابات او ما يثبت ان الراجل خدها ولا لا اه اه كان بها لا لا ما خدش فلوسك طيب يا استاذ مندوح انت ليك خمسين حضرتك النادي دلوقتي يقدر اتفعلك عشرين وهقصت لك عشرة كل ست شهور بعد يزنك يا فندم انسى خلافاتك مع مرتضى منصور خلافاتك دي نحطها على جنب عشان خطر مصلحة النادي الزمالك وسعيتها مفضوع حباسها يوافق انا بقول لكم محتاج هو يتحط في الكورنر دا هيوافق لانه في الاخر برضو معناش دي فلوس واقفاله هيجي واحد تاني بتفرج يقولي عم هو ممضوع عباسة يفرق معاه الخمسين مليون جنيه اه يفرق معاه الخمسين مليون جنيه طبعا فلوسه لانه هي لو فلوسه فعلا ما خدهاش حقه حقق عياله حقق احفاده تفرق معاه طبعا فبكل بساطة كده الفلوس دي وقفة عارفين الوقف وقفة موقوفة فاللي هيجي يفكه له اللي هيجي يفكه له هو اللي هيجي يفكه له الراجل في الاخر ما برضوحب بس دا اه ماشي ممكن تكون فيه اخلافات شخصية وكل حاجة في الاخر هو عايز مصلحته عايز مصلحته وليه اولاد آآ كبار مخترمين عايزين مصلحته وعايزين حقهم صح يبقى جماعة مستنين ايه ما تحلولنا القصة دي ايه 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 انا مش فاهم ايه المعضلة اللي موجودة في القصة دي احنا مش فاهمنا وفيه كده حاجات كده الغاز الغاز ما انت بيتفاهمش الموضوع دا ما بيتحلش ليه الراجل تاني مقدم ورق ليه محدش بيبص في الورق ويشوف الورق دا سليم ولا لأ احنا بقى مش اروع نقول اصل الفلوس دي هو صرفها غلط ومش صرفها غلط في الاخر هو اثبت على النادي دي بمكن اتكلم فيها بعدين لكن هو في الاخر اثبت على النادي ان هو ليحوق صح؟ لو خدها خدها ما خدهاش ياخدها 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 وانا والله لو حد قال لي لو حد قال لي ياميدو المستندات دي صحيحة او سليمة ولا مزورة انا هتحرك في الموضوع بنفسي ادوني اسندولي الملف دا وانا هتحرك فيه بس حد يقول لي المستندات دي مزورة ولا لأ اللي قدمها المسشار المرتضى منصول لتسات الوزير عايزين نعرف هو نادي الزمالك دا جماعة نادي معلش متزعلوش مني نادي درقة تالتة ولا نادي حديث العهد لسه معمول بقى له سنة ولا سنتين دا نادي تاريخ حرام يتعامل كده ليه كده ليه يعني ليه انا مش فاهم ايه الازمة ما تريحونا ريحوا الناس الزمالكوية ريحوهم وكل على فكرة انت بحلك للقضية دي وبحلك للموضوع دا كل الاطراف هتستريح مرتضى منصورة هتستريح وممدوع عباس هتستريح وولادهم هتستريحوا وانتوا هتستريحوا وانا هستريح ونخلص بقى والله العظيم الخناقة دي زيقت منها عارف فيه عاجات كده ايه خلاص بقى يعني خلاص بقى خلاص يعني فيه عاجات عارفين انت خلاص بقى خلاص فك الدنيا فك ففصل قوات خلاص فصل دي خلاص كل واحد ياخد حقه موضوع ما يعني انا مش شايفه بصراحة معضلة انتوا اللي مصعبين على نفسكم معرفش ليه هل انتوا عجبكوا يا جماعة ان الناس زمالك يفضل عايش في مشاكل كده طول عمره هل دا يعني انا مش فاهم مش معقولة دا بلان الدولة يعني ما انا عارف ان الدولة عايزين الزمالك يفضل وقف على رجله وبينافس وشغال كويس وكل حاجة طب ليه مفيش حل يا جماعة قلولنا بس ليه مفيش حل ارجوكم انا بطالب المسؤولين في الدولة على اعلى المستويات بالتدخل لحل هذه الازمة جمهور الزمالك مش قليل جمهور الزمالك مش قليل ومحبي نادي الزمالك مش قليلين وحتى لو كانوا قليلين يعني حتى لو كانوا قليلين ليه؟ تعرفين يا جماعة في ناس حياتها وحالتها المزاجية في حياتهم الشخصية في بيوتهم وشغلهم واكل عيشهم وعلاقتهم مع اولادهم وعلاقتهم مع ازواجهم وكل الكلام دي كله مبني بنسبة كبيرة جدا على نتائج الفريق اللي بيحبه وبيشجعه مش قلنا زمان كده ايه؟ الله زمان كان ايه؟ تلاقي يقول لها تلاقي ست كده وفا تقولك ايه؟ يا رب الزمالك يكسر بالنهاردة او يا رب الاهل يكسر بالنهاردة ليه؟ لان عارفة ان جزها لو الزمالك اتغلب ولا الاهل اتغلب هتشوف يوم سود هي واعيالها لغاية التاني يوم مود وعش ومش طيقي يكلم حد والتاع زعلان على الاهلي زعلان على الزمالك النادي اللي بيحبه فوقت ما تستهونوش بالكورة ما تستهونوش بنادي الزمالك خلاص خلاص كفاية يعني فيه وقت من الوقات ماشي خناقة و بتاعه قصة و بتاعه انما دلوقتي خلاص بقى الناس زيقت والله زيقت الناس زيقت حلولنا القصة دي رسالة للدكتور أشرف صبحي رسالة للدكتور أشرف صبحي سادة الوزير حلل الزمالكوية القصة دي بعد اذنك الرجل قدملك ورق قلنا الورق ده مزور ولا سليم لو مزور اتصرف لو سليم نتصرف تحت اشراف سيادتك والله هنتصرف هنتحرك هنتحرك بس تدونا كده الطريق اتحرك ازاي ما تسيبناش كده على عمانة مش فاهمين حاجة مش فاهمين حاجة كل يوم مشار مرتضى منصورية طلع يقول المشكلة تحلت الفلوس موجودة هدي الناس فلوسها يدي الناس شوية فلوس وبعد كالا الحق ده حصل بلوكو حصل هلد على الفلوس مش عارف اتصرف الله ليه تبتتكلم على نادي بيمد المنتخبات الوطنية بلعبين وابطال لعبين و لعبات طبعا وابطال على مدار مئة سنة ويه في كل الالعاب تتكلم على نادي جمهور كبير اوي 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 خلاص كفاية ارجوكو لقولنا حل اللعيبة اللعيبة في مصر كلها او معظم اللعيبة صدق او لا تصدق او على الاقل على الاقل والكلام ده من بقل اللعيبة ومن بقل المدربين ومن بقل المسؤولين في الدورة المصري بياخدوا حاجة فيها تباكو كده زي السجاير هي زي السجاير بالزبط اسمه سنوس 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 ده حاجة ممنوعة في اوروبا ممنوعة في اوروبا في كل الدول معادة للدول الاسكندينيفيان اللي هي الدنمارك والسويد والنرويج والفنلندا ممكن ان هما يستخدموها بتاع كده زي باكت كده تباكو تباكو باكت بتتحط هنا الهتة دي ويتقفل عليها وبيبتدي طبعا الجسم بيكونسيوم او بياخد المادة دي اللي فيها التباك دي في الجسم الفرق الوحيد ان السجاير ان هي لينج اللي هي بتاخد نفس لكن دي من غير نفس ولا اي حاجة ولا دخان ما بتعديش علي رئتك بتروح للبلد على طول بتروح لدمك على طول تخيلوا ان هي دي اللي قدامكو دي حضراتكم هي دي علبة كده سمعها سنص طبعا خمسين في المية من لعبة الدور المصري بياخدوها بانتظام على مسؤولية الشخصية ده اقل رقم ده اقل نسبة خلي بالك انا ايه انا كده جدع عاوي طيب جينا سألنا هل المادة دي جبوا لنا تاني والنبي بعد اذنكم ده شكل العلبة دي تباكو تباك نفس الفكرة بتاعت السجار بزطنا ما فياش مخدرات ولا حاجة لكن فيها ايه تباكو تباكو ده لما جينا عملنا ريسيرش عليه ودورنا الكلام ده بيعمل مشكلة ولا لا قالك ان الاسنوس ده بيقدي المشاكل صحية جبيرة جدا ارتفاع في ضغط الدم بيقدي مشاكل في قرات الدم الحمرة في نقص قرات الدم الحمرة اللي هي مهمة جدا 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 للجسم على المدى الطويل بيأثر بيأثر على التركيز ولقدر الله اللهم احفظنا كمان يتسبب في سرطان طب مسؤولين الاندية بيشوفوا بيشوفوا اللعيبة بتاخد الاسنوس ده ليه محدش بيتحرك ليه مفيش تقارير بتتقدم ومحدش بيتحرك رغم ان ده خلي بالك يعني نسبة النكوتين بتطلع ببان 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 يعني سهل انت تعرف مين بياخده بعد الفاصل هكلمكم في الموضوع وعملكوا دراسة وعملكوا يعني حلقة عن الموضوع ده ودفي فيها يكون الدكتور عبد الرحمن سعيد دكتور التخزيه السابق في النادي الاهلي ومعي متقصصين كتير عبر تطبيق زوم هنقشهم وهنتكلم معاهم ونعرف الناس مدى خطورة الاسنوس خطر جديد بيهدد كرة القدم المصرية متعلق بعادة بيظن كتير من اللاعبين انها عادية ولكن يبدو انهم في حاجة لمعرفة اضرارها الكارثية تبغي السنوس هي مادة بيتناولها كتير من لعبي كرة القدم لقناعتهم بانها بتساعد على زيادة التركيز واليقظة واللي بيعود على اداء بدني افضل داخل الملعب لكن رغم الجدلات حول تأكيد ونفي الدور ده للمادة الى ان الامر المحسوم هو اضرارها الكارثية على الصحة العامة تقارير عالمية كتير ربط التناول تبغي السنوس بالاصابة بالعديد من انواع السرطان ابرزها سرطان البنكرياز والمريء وربطتها بزيادة معدلات الوفاء للمصابين ببعض الامراض بالاضافة للعديد من التهديدات الصحية زي الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية العديد من المتخصصين اكدوا خطور التناول للمادة وتهديدها لصحة اللاعبين وبينهم لي جونسون المدير الفني السابق لفريق ساندرلاند الانجليزي اللي وصفها بانها واحدة من اكبر المشكلات اللي بتواجه كرة القدم ازاي ممكن محاربة الخطر الجديد اللي بيهدد كرة القدم المصرية وازاي تم توعية اللاعبين انهم بيتناولوا سم بيمس الخطر على صحتهم وحياتهم ده اللي هتعرفو في الريمونت هذا اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونت ده زي ما شفتوا حضراتكم في التقرير ان الموضوع مش في مصر بس موضوع اللي سنوس او المادة اللي فيها التوباكو اللي هو موجود في السجار العادية ده مش متداول في الدوري في مصر بس واللعيبة مش اللعيبة بس في دوري مصر يتاخدو ده بياخدوه في كل حتة في حتة كتيرة جدا في العالم لكن الناس برا الفرق ما بيننا وما بينهم انهم ابتدوا يتحركوا عشان يبقى فيه حملات توعية لللعابين وحملات توعية للناس يعني بشكل عام ان الكلام ده خطر جدا زي ما اوضح لحضراتكم في فقرة النهار ده لكن انضملي الدكتور عبد الرحمن سعيد خبير التغزية دكتور التغزية في النادي الاهلي سابقا لفترة طويلة يمكن لمدة سنتين ونص مع فيلر ومع موسماني علشان يوضح لنا الكتير من الحقائق عن الموضوع الشائج ده دكتور عبد الرحمن مساء خير سيد نور 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 نورني بربي خليك تسلم ايه رأيك في الموضوع ده يعني ازاي اللعيبة او هل اللعيبة سؤال الاوراني عارفة ماذا خطورة السنص ده وعارفة انه ممكن يسبب لهم امراض سرطانية وممكن يسبب لهم مشاكل كتيرة جدا وممكن كمان يأصل على مستوان في الملعب ولا هم واخدين الموضوع موضة وخلاص يعني يعني واخدين وايه قصة بوسك بتنميدو هو ان يعني مبدئيا جلل لحضرتك او كاريمون تادى بروجرام نتكلم في البوين ده انا مش عارف اشكرك ازاي انت اتكلمت في حتة يعني ناس كتير جدا عمرها ما تتخيل انه موجود في الرياضة انه في لعيبة او في ناس رياضي ممكن نستخدم مادة زي التبغ بسيب اجمع من مشاكل التبغ ومحتوى من النكوتين اللي هو مادة في الاصل مادة ادمانية ده قولا واحدا النكوتين مادة ادمانية غير اضرارها لننتكلم فيها وحضرتك النهاردة كتير جدا فايي واحد يبقى مدرك لمشاكل حاجة زي دي ويستخدمها اكيد يبقى مش وعي هل هي زي السجاير بس اقول لك بصراحة هي اقول لك المضب بقيتها طلعت منين طلعت انها بقول لك انها السيف سبستيتيوت للسجاير يعني فكرة انك التبغ فيه نوعين منه النوع المضغي او النوع الاستنشاقي تمام او انك تلف في الورق بتاع التبغ في سجاير وتبقى اللي هو التحرق اللي هو الهيلي تمام فقال لك فكرة ان الهيلي كان صعب جدا عشان فكرة اللي هو الترامب اللي بتحط في السجاير والكربون من البكة الميكوزة او جدران الفم ودي منطقة غنية جدا بالشعارات الدموية بتوصل بسرعة جدا وهديك مثل بعد الشارع الناس طبعا الناس بيجي لها زبحات بيقول لك حط القرص تحت ايه تحت لسان المنطقة دي انت بتمتص فيها الادوية بشكل عنيف سريع كمان جدا فقال لك حاول تاخد القيمة بتاعة النكوتين او الامثلة للتبغ يعني كان اول مثل منهم التبغ الممضوغ بتحط جوه بتحط جوه البق وبيتمضغ تبدأ تمضغه وتقعد كأنك بتاخد لبانة وباللعاب بتاعك بتبدأ تقلب النكوتين في بقك ويبدأ جسمك يمتصه وفي الاخر سوريا بتبسق هذا النيكوتين وانتهى الموضوع كان عارف وافكرك برده بحاجة كنا بنشوفها زمان في افلام بتاع التعارب عارف النشوق النشوق اللي كان بيفتح النيكوتين اللي بيتشم ده وكان يفتح بقه ويحط جوه ده نيكوتين وده كان احد بدال السجار زمان للناس اللي بتقدرش يدخن السجار خايف على صحتها طب انا عايز ايسألك سؤال هل جات لك حالات لما انت شفت بدون زك الاسماء طبعا مش هدفنا ان احنا نشوه السماء يتحدى لكن احنا بنتكلم للمصلحة العام هل مثلا انت لما عرفت او شفت ان الكلام ده متداول حاولت مثلا ان انت تتكلم مع حد يا جماعة الكلام ده خطر لازم نعمل حمالات توعية للشباب انهم منعرفوا من الكلام ده اخطر من استجاير نفسها لانه بس كنت دايما بتلاقي كابتن ان يقول لك الاتيتيودز بقى او الحجاج بتاعتي اصلا انا ما بعرفش ألعب من غيره وصلنا للليفل ده كابتن ميدو انا ما بعرفش انا ما بعرفش ألعب من غيره بزبط وديك تلكرسى بالنسبة لحضرتك كحد اثليت اما تسمع كمنا زي دي طب ليه يعني هي الديبندنس كابتن ميدو الاعتمادية الادماء ولا ولا ان هو سيكولوجيكا سيكولوجيكا مش كده فاكر ان هو هقولها لك بيساعده مثلا في التركيز دي حقيقة دي نقطة بس نقطة ان انت ما تبقى تقلل محتوى جسمك بعد اعتمادك لفترات طويلة على النيكوتين تبقى تحس برادة الانسحاب لازم يسحبه بالراحة فتبقى تحس ان مودك متضيق جدا بقيت عصبي جدا بقيت مش في احسن حالة التركيز وانت مطلوب منك تبقى في قمة التركيز فين؟ في المباراة يعني الموضوع في ادمان قولا واحدا انك بتنميده النيكوتين مادة ادمانية وتؤثر على الجهاز العصبي تؤثر على الجهاز العصبي وبالتالي انت ما ينفعش تقول لي ان النيكوتين ده مادة تتاخد عمال على بطار لا طبعا لازم تاخده لو انت رجل ده احنا بننشفق عن ناس اللي بتدخن السجال وعايز اقول لك ان السنوز او المواد التبغية اللي بتحط بالفم جرعات النيكوتين فيها اعلى بكتير وتركيزاتها من السجال بقول لك up to 60 times more than that اللي هو السموكينج سجريت ان انت كمية التبغ ممكن اللي بتحط في الفم دي في السنوز او الباكت ده ممكن يكون نسبة ان نيكوتين فيها اعلى 60 مرة من السجال فتبداخل كمية نيكوتين عالية جدا جدا وده ايه تأثيره على عضاء الجسم ايه تأثيره انا بص سيبك موضوع عضاء الجسم يعني فيه سادة ده كترة يخش لكن انا عايز اتكلم معك في حتة بقولنا جدا اللي دي اتتك ايه تأثيره على البرفورمانس ايه تأثيره على الاداء لان الاندية تعال اقول تصرف مليارات هقولك حاجة لو لو النيكوتين مش مادة فيها شك كونها مادة محظورة او عدم وما كانش الوادة دخلها في حاجة اسمها مونيتورينج بروجرام يعني مونيتورينج بروجرام ده كابتن ميدو المواد بتاعت الوادة اللي بتقنن اذا كانت ممنوع المنظمة الدولية لمواجهة الملاشطات لمكافحة الملاشطات الوولد اند دوبينج ايجنسي حتى النيكوتين كمونيتورينج بروجرام من سنة الفين اتنين وعشرين ده نتيجة لانهما كانوا بلاقوا نسب النيكوتين كابتن ميدو عالية في الدم في العيبة كتير جدا ومش عارفين السن ومش عارفين هل ده مقصود ولا هل ده بيعلي اداءهم بيعلي الاداء ليه اول حاجة بيحسن الموت بيزود ضربات القلب فبيعلي ضغط الدم فبيضخ دم للعضلات بيبدأ يحسن القلب مثل الانتباه فانت عارف احسن طب ازاي طالما الودا نفسهم اكتشفوا الكلام ده حلو ليه ما حطهوش على الليست بتاعت المسجرات ما يقدرش يحطوا ديريكتلي على من غير ما يشوف اثره بكميات ولا اثره مرجعيا يعني هل ملي واحد منه ولا كذا جرامات منه ولا كذا ملي جرام طالما حطه في مونيتورينج بروجرام يعني ده ده في مرحلة الاستكشاف النيكوتين لو اتمنى حيكون دوري الكمبيتوشن بس لانه ما يهمنيش اثره خارجي لكن ما يكونش وقت اليفنت في الدم عالي لا بس الكلام ده في الكورة لا في الكورة يعني في الكورة بص انا فهمك الناس بتشتغل ازاي بره احنا بره على فكرة احنا ايه بتخوش تعمل السامبل بعد اي ماتش هو بياخدك في رندم او او في البيت بيجيلك بتاع هاتلي ميدو ده في صرح احنا بنتمرم بالزبط كزا اقولك بتعمل كزا في كل الاندين اللي لقيت فيها وانت بتتمرم انت وانت خارج بالتمرين كده مرة واحدة في اي يوم تلاقي عشرة وقفين ببيدل بجد مش بهزر وقفين ببيدل بره خط الملعب ومستني كل واحد مستلم واحد هو بيجي راندم لكده عشرة يشوف لست اللعيبة تمام يروح عامل صح على ميدو كزا وكل واحد خلاص هو معاه واحد بجد بيستلمك من جوه الملعب ما يستبكش لما تديله السامبل بتاعت اليورين يعني وبعدين ايه خلي بالك بره الحمامات بتاعت الدوپنج كلها مريات ليه عشان الدكتور يبقى في ظهرك ما هم مش متقاشنا به تخموا في موضوع السامبل لأ ما هو في لعيبة ميس وقفش ولعيبة بيروح داخل بأطرة لأ بيروح بداية خدش ببتاعة السامبل حد مديهاني اما بيقولك بأطرة حططها في أطرة وبيروح مدخلها فطبعا الدكتور بيبقى في وراك عشان يشوف السامبل بتاعك فعلا نفسك اللي بتدي العيانة صح فاهمي وبعدين بقى ايه لو يوم غبتم التمرين لازم في حاجة بروجرام بصوا الناس دي وصلت لفين وانا فين فيه بروجرام اسمه الويراباوت الويراباوت بزبت وعيزو اللي حاجة فيه كمان فيه الانترناشنال باسبورت تعال وادة بزبت انت عندك باسبور لنسب المواد المنشطة في دمك هل بيكلم بيكلم انا بس انا بيقولك بقى اين كمبيتيشن مش مسموح الليفل لأ فكورة بقى فكورة احنا فكورة بيعملونا ايه بيديونا لست هجماعة المواد دي تمام دي مواد ممكن يبقى دوى برد مموود السود فادرن والإفادرن والحاجة بقول فادوية البرد فعلا نموذج طبعا نموذج مهم جدا بالنسبالي واحد من اللعيب اللي أنا بحبها جدا لعب نادي زد ولعب الأهل والمقولون والسابق محمد سمير محمد مساء خير سيد نور العالمي أنا ببسوط جدا لأنا معاك طبعا وبتشرف نحارتك بتقول من الناس اللي بحبها طبعا انت أكيد أخويك كبير وطبعا برحب الدكتور عبد الرحمن حبيبا اي شويت بحبها يا محمد بحب الشويت احنا ما نجيش حاجة فيك حبيبا حبيبا محمد محمد قلناك انت طبعا لعبت السنين طويلة في الدورة الممتاز ودلوقتي موجود مع زد في الممتاز به وعارف ومتعايش مع اللعيبة بشكل كبير جدا هل فعلا محمد فيه نسبة كبيرة من زمائلك من اللعيبة مش من زمائلك من اللعيبة عموما بيتناولوا أو بياخدوا الاصناص ده الاصناص ده بياخدوا بياخدوا بشكل دائم بص انا مطابعك من اول الحلقة وانت الحقيقة يعني فجرت قضية يعني هو للأسف الموضوع متأخر بس 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 انت فجرت قضية مهمة جدا الموضوع ده بقاله فترة كبيرة يعني انا مسلا ممكن بنتكلم في اكتر من سنة الموضوع ده منتشر جدا في اللعيبة والموضوع ده حصل قدام يعنيها كتير اللعيبة كتير بتاخد الاصنوز بشكل بشكل كبير يوميا يعني يكد يكون الموضوع بقى يومي بالنسبة له هي الفكرة في فكرة ان انت يعني الموضوع خلاص ما بقاش ان انت بتركز ان انت تاخده في منشاط بس عشان يديك باور او ان انت بتحس ان انت في موت كويس او بتحس ان انت بتطلع اكثر حاجة عندك في الموضوع الموضوع بقى دلوقتي بيتاخد يومي بيتاخد قبل التدريب يعني ممكن نقول انهم داخل شو في شبه ادمان ما هو ده اللي دكتور عبد الرحمن كان بيقولوا انهم موضوع في ادكشن وفي ادمان عالي بس محمد يعني انت اللعيبة بتقول لك ايه يعني اللعيبة بتقول لك انهم ده بيساعدهم في التركيز بيديهم 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 باور اكتر مثلا الحمدلله يعني ما جربتش الحاجات دي خالص تماما يعني انا اخري باشرب قبل كوبية اهوة فلا اللعيبة اتكلمت معهم سألتهم طبعا لا الموضوع بالنسبпа لهم في الحالة المزاجية بيفرقي جدا بيخالهم بيركزوا حسن يني حقيقة و هم يعني احساسهم ان مفيش استرس قبل المشاة هو داخل الم Intro مفيش استرس خالص عليه مهما ان كان ضغطات الم priorities الموضوع ده بالنسبة له هو مش يعني هو مش فحل شريك بشكل كبير بيحس انه يديره باور ده كلامهم يعني يديره باور في الملعب انا معرفش الموضوع ده بالنسبة له صح ولا غلط محمد دكتور عبر احمن هنا معنش انت بتقول كمان انه يخليه انه ما يحسش بالضغط خالص اوتوف كول بص يعني انت لو بتنعب فقعتها جمهور انت اوتوف كول انسى بقى ده كله بتمزج مع نفسك في الملعب طح هو ده يعني هي ده اكتر نقطة كل الناس اللي انا اتكلمت معهم في الموضوع منتفقين في عليها ان الموضوع بالنسبة لهم ان كانت دغوطات الملعب هو يعني بمعنى صح هو في علام تاني خالص امان لو الجمهور دخل على محمد يعني انا عسد سؤالي هو متعيش مع نفسه بشكل كبير مش حاسس باي دغوطات حواليه فهو باحساسه ان الموضوع ده فارق معا فنيا في الملعب انا مفيش دغوطات قطلية فانبطاله احساب حاجة عندي طب محمد دلوقتي ففيش جمهور جمهور كده يعني امان لو دخل بقى زي زمان 50 الف هي ده بقى المشكلة طب محمد دلوقتي خلي بالك يا كابتميدو هل في الموضوع الموضوع المشكلة مشكلة كبيرة اوى يا جماعة يعني مشكلة كبيرة وفي الاخر الموضوع ده بيصب علينا في المنتخب ان احنا الموضوع بالنسبة لنا لما بنتضحط في محافل كبيرة بنلاقي ان نوعية اللعب اللي بتم موجودة في المنتخب هي منسبة لنا الموضوع بيبقى صعبة شوية جمهورية كبيرة فالحاجات دي كلها في الاخر بتصبف في مشاكل اكبر بكتير فلا الموضوع كبير يعني انت في حاضية كبيرة جدا وانا نفضل براها يعني احنا مرة مثلا قاعدين بنتعشى مثلا لقيت فيه ناس بتاخدوا يا جماعة انتوا في ايه مش للدرجات دي فهو خلاص الموضوع بالنسبة له بقى روتين يومي وبقى حسس ان هو لا الموضوع ده خلاص بقى زي السجارة كده بالنسبة له فالموضوع لا الموضوع صعب جدا الحقيقة هو خلي بالك يا محمد او فيه خطورة محمد خلي بالك او الموضوع دكتور برضو او الموضوع بالنسبة للمعسكرات بالذات وقبل المطشط وفي قط اللبس وكده هو اخطر من السجار بكتير عارف ليه او لا ليه لان انا مقدرش اولع السجارة في القولة انما مقدر حط ده في القولة احد تشايفني احد تشايفني خالص تفاهمني؟ يعني انا لو فلستخبز بتاعنا بقى لو انا بشر بالسجارة حتى هتخش الحمام الناس هتشم راحت السجارة انما ده لا ليه ليحة ولا بيبان ولا بيبان والدنيا حلوة ده ممكن ينزل لعب بيه حقيقة فيه لعيبة بتلعب بيه بلاعبوا بالمطش اقول لك الحاجة كمان يا كبت الميدو انا متأكد من المعلومة اللي انا بقول لك عليها دي طبعا انا اسمعتك زي ما بقول لك من اول حال انت بتقول نسبة 50% لا النسبة اكبر بكتير من 50% عدد كبير جدا من لعبة الدول بياخدوا الاسنوز ولعبة كبيرة ولعبة في منتخب مصر دي نقطة بتقول نقطة الأخرى مثل ان اللي دخل الموضوع دا لان اللعبه المصري مكديش عندها يعني ما كنتش عارف سبب معنى الرأسل انا اللي يدخل الموضوع داбоه مصرا اللايبه اللي دانب اللي دخل اللي أشر للموضوع دا جوا مصر اللاعبه الاجانب ممم لهم كاء اللي يبعوه في الدول الاسكندنافية اكتر اللا العيبه الاجانب هي اللي عرفت اللعبه المصرية بريس او اسنوز دا وнуть فوائده او يعني أنا مفروض نجيب لعيبة أجانب يعلموا لعابتنا الاحترافية ويعلموا لعابتنا أنهم هم يبقوا ملتزمين، يعني نجيب لعيبة خليهم إيه يسموهم، يعني هم هم سموكات، طبعاً، كلام جميل، محمد بشكرك، وبتمنى لك التوفيق محمد، وشكراً جزيلاً على مدخلتك كما أنا أوضح لنا، أحنا بس كان مهم إننا نجيب من أهل البيت أن الموضوع كمان أنا قلت لهم أنا مجامل بخمسين في المائة، طبعاً دكتور، إيه الحال؟ يعني إنا النهاردة عندنا مشكلة، صح؟ حلو، صح؟ أنت بتقول لي إنها لها فوايد في الوقت الحالي، لكن سلبياتها على المدى الطويل، مرعبة، مرعبة، وكمان لها دور كبير جداً في تزايد عدد الإصابات، حقيقي، قل لي بقى الموضوع الإصابات لنا ده مهم، أنت بتتكلم في مادة زي قلت لك بالبلدي كده بلغة الشرع، بتبري الجسم يا كابتن ميدو، بتبري الجسم، فأنت النهاردة متى عمرك ما هتقدر تستمر في أداء جيد، أو تتكلم في أداء بدني مستمر، أو أداء عضلي جيد، أو سبلاي جيد للعضلات على مدار سيزن، وإنت بتقول لي إنك بتاخد حاجة زي النيكوتين بشكل مستمر أو زي ما كابتن سامير بيقول من شوية بدأت، بدأت مرة في الماتشة بقى كل يوم، فأنت النهاردة أنت بتبري جسمك بالبلدي، يعني هل تتوقع معا إن الم ودخن تقليدياً بيقدر يلعب برياضة بشكل مستمر بصحة جيدة، مستحيل، وبالتالي نفس الفكرة مدمن أو مستخدم مادة النيكوتين بنسب كبيرة، وهيكون أكيد مهمل في النسب المياه في جسم، وبالتالي فأنت بتقابل عضلات لوصل لها مياه بشكل كويس، قابل بقى ترقاعة خلفية وترقاعة سمانة، مش كده في إصابات كتيرة جداً، لأن محمد بيقول لنا أن نسبة بينا جداً، والعيبة دولية، والمشكلة أنه بقاش فاهم إن الموضوع بالنسبة له، والله ما أداء ودعلك بقى في حتة اللي إحنا المفروض نعمله عشان الكلام ده يقافي، لأنه زي ما محمد بيقول أن ده الكلام ده بيأصل على منتخابنا، حقيقة، في لأن نسبة كبيرة جداً من اللعيبة الدولية بتاخدو، لكن واحدة من الدول اللي سامحها بالسنص، لكن هي الرويج، لكن طلعوا بيان بيقولوا، زي بزبط فكرة علبة السجاير، اللي بيقولك إيه اللي بيقولك إن التدخين ويرسم لك صورة كبيرة، لكن المعد الرويج للصحة العامة سنة 2019 عمل بحث وأظهر نتائجه للعامة، عشان يعرفوا مدى خطورة النسنص، لأن طبعاً الشعب النرويجي 80% منه بيأخذ، عايزين نشوف يعني صورة طبعاً للتطوير أو لنتيجة البحث إيه اللي أخبار يا جماعة، سنة 2019، إن بعث المعد الرويج للصحة العامة، مخاطر السنص، قد يؤدي استخدامه إلى زيادة مخاطر طبعاً الإصابة بالسرطان المريء والبنكرياس اللعيبة يا جماعة، تفرجوا علينا عشان يعني أرجوكوا والمسؤولين، أرجوكوا يا جماعة، اللعيبة والمسؤولين، تفرجوا علينا عشان تقوك، يعني إنتو غير موضوع الصحة، إنتو بتصرفوا ملايين الملايين دي الملايين دي بتروح في الأرض غير إننت بتدمر حياتك كلنا يعني كلنا نعمل الحاجات غلط، يعني كلنا نعمل حاجات غلط لكننا مهم جداً إننا أعرفكم إيه؟ إحنا كل حاجة بنعملها غلط، يعني عارفين خطرتها يعني عارفين هي إيه؟ حقيقة الصعوبة بها إن أنت تبقى بتأخذ حاجة، أنت مش عارف عنها حاجة بس هي بتساعدك بديم حاجة لكتكون شخصاًا أو بشرق SARS-Cina النرويجي للصحة العامة سنة 2019. النهاب الممكن ان تؤدي زيادة يعني سرطان المعدة تمام والمستقيم. طبعا زيادة نسبة الوفيات ده نتبت التقرير بعد تشخيص الاصابة بالسرطان. يعني هي بتروح في حيثة الكنسر. اكيد. يعني. واعز اقول لك موسكم. بتنشط الخلايا السرطانية يعني. الكانسر بتاع الطنج والفم. لان هي على طول معاها. دي دي قاعدة هناك. وده بري اريتاتيف للخلايا اللي موجودة في الفم. فبتنشط الخلايا السرطانية زي ما حاجة بتقول. طبعا من المحتمل ان هاد السكتة الدماغية. اللي تفع ضغط الدم وضربات القلب بتزيد. وده كله بيقدي. اللعيبة يا دكتور ما هو النهاردة. اللعيبة بتقول لك انا بتخليني مركز. وبتفصلني على الجمهور. وبتخليني هادي. وكل حاجة. هتقول لي طب ايه سبستوتيوت. السايكو ثورابيس. ان انت النهاردة لو انت شايف ان انت محتاج منتل او محتاج سايكولوجيكال سبورت. يبقى عندي فلاني الفلاني اللي بيساعد على المنتل. دعم نفسي يعني. ايوة ان انا قادر اد تحت البريشر بتاعة المتشاط. وتحت بريشر الجمهور. وتحت بريشر النتائج. وتحت بريشر ده كل. ضغط ده كله. واطلب منه يكون في احسن اداء. لا انا اشوف المتطلبات. زي ما بنشوف دوقتي. متطلبات التدريب للعيبة. ومتطلبات الطبية للعيبة. والمتطلبات التاغزوية للعيبة. المتطلبات النفسية. يكون في سايكولوجيكال سبورت. او فيسيولوجيكال كمان. ان انا قادر اشوف برامج تأهيلية للعيبة دي. ان انا بقى متطمن على اللعيب يا بي. اللعيب ده ث سروة النادي. هو رأس مال النادي. لو أنت النهاردة عندك. وسروة عيلته. ده حقيقي. يعني هو عيلته كمان. رأس مال العيلة كلها هو العيب الكورة. فأنت النهاردة لو قادر تتطمن على الصحة العامة بتاعت العيب ده. وجودة أداءه وجودة صحيته. فهيخدم معك سنة وتن وعشرة. أنا متأكد ان احنا بعد الحلقة دي. من خلال باك احنا منعملش حلقة ونقف. احنا بنعمل فلواب على شغلنا. ونتابع الناس اتحركت ولا لا. يعني أنا مش بنفجر قضية. من أجل بس ان هو شغل ميديا بحت. لا. احنا نتابع ونقول يا جماعة. اعملوا كشفوا وشوفوا. ومعنا طبعا دكتور واقل صفوط. رئيس اللجنة الدولية. لعلاج إدمان التبغ. دكتور واقل مساء خير. مساء خير يا كابتن ميدو. بجد مصود بالحلقة والكلام الجميل اللي بيتقال فيها. ويعني فيها جدا. يعني هاي اللي بردنا يكلم. بشكرك يا فندم. أنا بس عايز أعرف من حضرتك. وحضرتك يعني تقول لنا. يعني مدى خطورة استخدام لعيبة كرة القدم. للمدة التبغ. ومش استخدامها كمان بشكل اعتيادي. أو شكل عادي. عن طريق الاستنشاق. الاستنشاق. لكن عن طريق الدم. ايه خطورت الكلام ده لعيبة الكرة. وعالناس بشكل عام يعني. طبعا. أنا مصود طبعا بالحلقة. لأنه كمان الكلام اللي بيتقال من الدكتور. ومن كذا حد اللي يتكلم. ومن حضرتك. وانتوا نويين تبقى حملة. ما تبقاش حلقة وخلاص. وعنوان وخبر وخلاص. والمشكلة طبعا. أو أنت أشارت لي كمان. أنت بتتكلم على التبغ. يعني هي السنوس ده نوع من منتجات التبغ. وشركات التبغ. مرة بتخش بسجارة. مرة بتخش بآيكوس. والمنتجات التبغ المسخن. بالضبط. فالتبغ بصفة عامة. المادة الأساسية المشكلة فيه هي النيكوتين. النيكوتين مادة إدمانية. وهذه المادة الإدمانية بتخلي الشخص مش قادر يبرفورم. يبقى عنده حالته المزاجية. مش قادر أنه يتعامل ويبقى ويبقى متمد عليها. ده بيقولوا العكس يا دكتور. بيقولوا العكس في حالة نقصها. في حالة نقصها أصلا. أما هي الشخص الطبيعي بيقدر أنه يتعامل مع الضغوط بشكل طبيعي. وزي ما كان الدكتور بيقول السايكو ثيرابيس بيقدر أنه يقول حاجات أغذية حتى ممكن يخلي الشخص يفرز مواحدة تخليه هادي وبيتعامل مع الضغوط. لما الواحد بيأخد أي منتج تبغ بيعتمد على هذا المنتج. أنه مش هيبقى طبيعي. إلا لما يأخد الجرعة بتاعته. زي الفيلم بتاع محمد هنيدي. الديني الحونة بسرعة. محتاجها لكرة. طبعاً الشخص محتمد عليها. دكتور عايز سألك شؤال. طبعاً؟ هذا السنوس على فكرة من قديم الأزل. طبعاً؟ أنا سنة 2001 كنت بلعب في النادي جنت البلجيكي. كان عندي 17 سنة. كان عندي لعيب زميلي نرويجي. كنت بشوفه على طول بيأخدها. كان لعيب كبير قوي. كان لعيب يعني من اللعيبة كان في متخب النرويجي. مش هقولي اسمه. طبعاً بحكم سني وبحكم إن أنا رجل بجرب وكل حاجة. قلت له إيه دا فقال لي دا بيخليني ريلاكس. وبيخليني تشيلد قبل الماتش. وتفق التوتى بهات. والله العظيم يا يا دكتور. البتاع حتتها بالضبط ثلاث دقايير. 20 منتس. وضغت. لما قمت وقفت. لما قمت وقفت. لات نفسي إن أنا إيه؟ تغير. لا أضغت جد. فأنا أكيد اللعيبة اللي تقوم بسناس دا. لما بيخدوه في الأول بيتعبوا. إيه اللي بيخليهم يا دكتور يكملوه طالما أنهم أول مرة بيخدوه بيتعب. ما هو طبعاً التاب في نيكوتين. النيكوتين لما بيخش على المخ بيعمل حالة مزاجية معينة. أول مرحلة بتعمل زي ما الدكتور قال كده. الدورة دموية بتبقى فيها لخبطة. ضربات القلب ممكن تبقى سريعة. فأول جرعاته بتبقى متعبة. بعد كده الشخص بيعتمد عليها عشان يفرز. مادة اسمها الدوبامين. وأستايل كولين. وحاجة اسمها نقر. فساعات بتهدي بعض الناس. وساعات بتنشط. وبتخلي الشخص عنده أشوط أكثر. وده مبني على إيه يا دكتور؟ بعد إذا كنأسف دكتور والد ثاني رحل. دكتور عبد الرحمن. ده مبني على إيه. يعني دكتور والد دلوقتي بيقول لنا أن في بعض الأشخاص. ممكن تناولوا مادة التبغ. بنسبة عالية. وتبقى تأثيرها إيجابي. وفي ناس ممكن يتعبوا منها. ده مبني على صحته في الأساس. ولا هو واكل إيه أصلا. مبني على جسمه مستقبلته أكثر للدوبامين. ولا الأستايل كولين. هل هو جسمه عارف يقول لك أنا خدت ده هيبرت. وخدت ده همت. هو فيه لعيبة كده أو فيه شخص. بداش كلمة لعيبة. ممكن ياخد المنتج من النكوتين يطلب معها يبارة. وتلاقيه أكتنج بشكل قوي جدا. وفي واحد ياخد نسب النكوتين العالية. تلاقي إن الدوبامين اللي هو بيعمل السعادة أو البلاجورنس ده بدأ يبقى هاي. الميتولين صح؟ الميتولين ده بيناي. الدوبامين ده متاع السعادة. تمام؟ فتلاقيك إنا مود. تشيلد او زي ما انت قلت. فانت تلاقيك إن انت عايز تاخده تاني. وتاخده تالي. وتاخده رابع. أو لو انت معتمل علي فكرة الاكتيفتي. عايز يقول لك مثلا. مثلا يعني. أما يقول لك أنا عندي صهر النهاردة أو حاجة او اكتف اوورنايت وورك مثلا. فانا هاخد الدوز دي. بتصهرني. فتساعدني إن انا افتحر أحسن. عايز يقول لك إن انت خلصت التاسك او دوز راحت. انت بتفصل تماما. عارف روما الواحدة ايه؟ كل جسمك فصل. كل الكتريستي اللي كانت دخل فيه بقوة دي. كلها انتهت. فما راحت لك نايملك مثلا متاع خمس ست ساعات او ثمان ساعات رحت في الدنيا. يعني دكتور واقل. احنا بنتكلم في قضية خطيرة جدا. يعني. طب اللعيبة يا دكتور واقل. لان انت رجل عندك خبرة كبيرة في الحتة دي. فيه اكيد العيبة دلوقتي بيسمعونا هم بقالهم فترة بياخدوا المادة دي بشكل مستمر. انت حضرتك تنصحهم ان هم ازاي يخرجوا المادة دي من جسمهم بشكل تدريجي. عشان ما يتقصروا. تمام. خلينا بس نقول. يعني الجزء والاكد بضع اللي قاله الدكتور. النيكوتين زي ما قلنا بيفرس بمادتين دولت وهو مادة شيطانية بجد لانها بتعمل حاجتين عكس بعض. وزي ما فيه ناس فيه مستقبلاتهم الاكتر في الدوفامين. فبتزيد الموضوع بتاع البلاجر او الاستمتاع. والنحية التانية بتبقى البرفورمانس. بس هي بتأثر على الاكل او الرغبة في الاكل. فممكن بتخسس بتأثر على العضلات والدورة الدموية في العضلات والاداء. وبتعمل طبعا نوع من انواع الهددان بتهد في الجسم زي ما الدكتور فعلا اكد على المعلومة دي. علشان الواحد يبتدي تخلص منها. بالزبط. بالتأكيد لازم بيتعامل معها الضغوط بشكل اخر ما يعتمدش على هذه المادة عشان يتعامل معها. يعني اول حاجة اللي قول عليها لازم يبقى فيه من النحية النفسية يبقى فيه بديل. علشان ما يتسعبش منه الموضوع ده مرة واحدة. بالزبط. بالزبط. لازم تبقى بالتدريج. مثلا اسبوع لاسبوعين ما تبقاش اطول من كده. الحاجة المهمة التانية ان فيه اكلات يعني التغذية بقت لها دور رهيب في موضوع الريلاكسيشن وفي موضوع طبعا بناء العضلات وحالات كده. بس من ضمنها بتعمل البلاجر. يعني بعض الاكلات وبعض الواجبات ممكن تتاخذ. فممكن تحسن الموض ويبقى الواحد ريلاكسي برضو ببعض الاكلات والعكس. ممكن بعض الاكلات العادية فقط. يعني زي ايه اللي بتحسن. نحن مثلا تضوع الزفراء على التدخين بنحاول ان احنا نزود الحاجة اللي فيها الليكوبينز. الحاجات اللي هي زي الطماطم زي الجزر البتنجان. الحاجات دي فيها مادة تشبه النيكوتين بتعمل نفس التأثير تقريبا بس تعتبر نيكوتين نباتي. بالضبط. الحاجات اللي فيها السكريات بالتأكيد. الحاجات اللي هي الزبيب. الحاجات اللي كلها جميلة. بس طبعا الدكتور او الشخص المتخصص في التغذية اللي مع الفريق ممكن يعمل كده. التمرينات فيه تمرينات تنفس معينة ممكن تتعامل دخول الاكسوجين. او غرف الهايبربانيك او كابينة الاكسوجين. هايلة هايلة هايلة. في الوقت بتاع خروج في الوقت بتاع صح بالمادة صح؟ مهم انه يبقى انه يتطرق الشاب. بالضبط جدا تتعمل نوع من نوع الديتوكس. انا بس عادي اقول كمان ان السنوس الواحدة منها هي عاملة زي تي باكس كده. الواحدة منها لما بتتحط بتعادل ثلاث سجاير. فعشان كده زي ما حياتك قلت كده. نسبة عالية جدا. المشكلة في التابغ يعني احنا بنتكلم على النيكوتين واضراره وفوائده. وزي قلنا فوائد. انما فيه دلوقتي في التابغ ده بلاوي مسياحة. يعني حاجات كثيرة جدا تعمل السرطان زي ما حياتك قلت والدكتور اكد. بتعمل كل الاتهابات اللي في الجامو في المنطقة دي بتعمل طبعا تغير في الشخصية. يعني فعليا الشخص بيبقى عصبي. ممكن يبقى بيتصرف بالتصرفات غير يعني مقدرة منه. لان الجرعة بتاعته زي ما قال الدكتور برضو. بتبقى انسحبت من جسمه في فترة. فبحتاج الجرعة. فممكن يبقى طول الماتش متداي ومتنرفز لحد ما ياخد الجرعة بتاعت النيكوتين. ففي لخبطة رهيبة يعني انا بجد مبسوط قوي. ان شاء الله يا دكتور هنفضل. ان شاء الله يا دكتور هنفضل وراء الموضوع على بشكرك جزيلا. بشكرك يا دكتور على مدخلتك معانا. وبتمنى لك التوفيق دكتور واقل صفوط رئيس اللاجلة الدولية لعلاج ادمان التبخ. يعني انا بصراحة يعني عرفت دلوقتي سر مهم جدا. فيه لعيبة كتيرة جدا بيخش فيها جوان وبتتحك ليه. ساعة كنت تلاقي واحد ضيع فرصة كده. وتلاقيه اللي هو. صح؟ فيه كتير طب. فيه لا فيه. مبسوط. لا فيه. مش حاسس لابو الجمهور ولا اي حاجة. اللي هو تشيل. صح؟ فيه. طب كاميرا الرامونت ده كانت في الشارع. وسائلت رأي الجمهور. ايه رأيهم في موضوع الاسناس ده. عايز اخد رأيك فيه بعض المواد المحفزة اللي بتاخدها لعيبة كرة القدم عشان تخلي اداء افضل. شايف ان الموضوع ده شايفه ازاي. شايف الحاجة يعني ممكن الاحسن لو فيه رقابة مثلا من امتحاد الكرة او حاجة. لان انا اسمع يعني ايه ممكن توصل لادمان او حاجة. فالموضوع ممكن يكون خطر على اللعيبة نفسها يعني. انا بشوف ان هو موضوع ممكن يساعدهم في المطش وكل حاجة. بس هو مشكلته ان هو مع الوقت ممكن يودي الادمان. وان هو بيباوز صحتهم وممكن يؤدي المشاكل بعدين. بعد مثلا يبطلوا لعب الكرة. فده ما ينفعش اللعيبة تتعاود عليها. والله لو حاجة ملهاش ضرر ليه هو. ولو عادي في النشاط. خلاص تماما بس لو ليه ضرر عليه. واعتقد ليه ضرر يعني. فبلاش منها اسهل من كل ده. حاجة غلط طبعا. ويريد يعني يبقى فيه ركابة على الحاجة دي. ان هي بصراحة فيها ضرر كتير. والله انا شايف ان في بعض من المحافزات في بعض من اللعيبة بتاخدها. المحافزات دي بيبقى ليها على المدى البعيد طبعا تأثير زي الإدمان. بالضبط فيها نيكوتين وفيها مواد طبعا يعني على المدى البعيد بتتعب اللعيبة. وتسبب لهم الخمول بعد المباريات اللي هم بيلعبوها. فيعني نتمنى ان يكون فيه مراقبة للموضوع ده ويكون فيه ركابة عليه. بالنسبة للمحافزات اللي هم بياخدوها. فيه حاجات هيبقى ليها ضرر كبير طبعا لو تعود عليها. أو جسمه قاد عليها بكثرة. لو قاد على فترات طويلة هيفضل جسمه متعود على الحاجة دي. مع الوقت هيلاقي انه هو لو ما لجأش للحاجة دي. جسمه مش يستجيب. أو جسمه هيبقى نقصه حاجة. أو نقصه المادة الفعالة اللي هو بياخدها دي. عشان جسمه يستجيب أو جسمه ينشط بالشكل اللي هو عايزه. هدفنا دايما في الريمونتادة. ان احنا نشتغل بشكل مختلف من اجل المصلحة العامة. من اجل مصلحة القرى المصلية. احنا دايما السؤال المواطن البسيط بيسأله في الشارع. وهو نازل من بيته ووقف على عربيت الفول بركب الاوتوبيس بينزم الاوتوبيس. هو ليه منتخبنا ما بيعملش عال كويسة رغم ان احنا عندنا لعبة كويسة. فيه اسباب. فيه اسباب لازم يبقى عندنا الشجاعة ان احنا نواجهها. ما نبقاش ان احنا عاملين نفسينا مش واخدين بالنا. يعني ما تقولوا ليش معلاش بتزعلوش مني. ما تقولوا ليش ان المسؤولين في الاندية ومديرين الكرة. مش عارفين ان فيه لعبة بياخدوا الاسناس ده. عارفين. اللي بيشها بكباب مية بتعرف. فليه عاملين نفسينا مش واخدين بالنا ومدين ضهرنا. ليه. هل هي مش مشكلة حقيقية. هل المشكلة دي ما بتعورش لعيبة. بتخلي لعيبة مهمة عندك تغيب عن مطشط مهمة. بترجع لعيبة متأخر من الاصابات. بتجدد اصابات لعيبة. يبقى انا عندي مشكلة جزرية. فيه مشكلة كبيرة. ليه ما نواجهش. ليه ما نواجهش المشاكل. زي ما الناس برا. ابتدوا ياخدوا بالهم ان عندهم في لعيبة. بياخدوا المادة دي وابتدوا يواجهوا. تعالوا شوفوا ليه جونسون. مدرب طبعا هيبيريان الاسكوتلندي الحالي. ومدرب سندرلند السابق. قال ايه ليه جونسون. عن هذه المادة. يعني. قال ان الاسناس ده. ده مشكلة كبيرة جدا 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 في الكرة. تخيل. كل اللعيبة بتقول لور ليفل. اللعيبة بتصندرلند يعني موجود في الأدراجات الأدنى دلوقتي. كلهم بياخدوا الاسناس ده كلهم. وبتعيق تطور كرة القدم في العالم. ده ليه جونسون. دي سند الصحيفة البريطانية الإنجليزية الشهيرة. يعني عملت تقرير عن الاسناز. هاو شايفين في ايد فاردي هاو. في ايد فاردي. بس فاردي ده غريب يعني بياخد ريت بول وهو. بس بياخد مشروبات الطاقة. وبياخد كمية كبيرة على فكرة. وعلى فكرة مشروبات الطاقة فيها جزء برضو إدمان. فيها كافيين وفيها شجر كتير جدا. وفيها جزء إدمان. وفيها كمية كافيين. روبي ويليمز دخل مصحة. بسبب الاعلاج من احد مشروبات الطاقة. بياخد أدمانها. كنت بيوصل لمرحلة واحدة. أنا كان عندي فيه ناس بتعتبر جيمي فاردي ريفرنس. في الشرب الباور درينكز. يعني فلاني الفلاني. طب ما جيمي بياخده ستة وخمسة في. طول عام لا بيجعب جيمي فاردي. ايوة انا مالي بجيمي فاردي. ممكن يكون هو جسمه متعود على كامل من هو صغير. بقى ريفرنس. حتاك بتقول فعلا اللعيب بيبصر التاني. انا اقول لك حاجة. في لعيبة بتبقى فيه حاجات تعودوا عنها. بيبقى اتفاقلوا واتشأموا منها. يعني بيتفاقلوا وعرف لو شرق. لو ما خاتش دي قبل ما ببدأ النهاردة نيوم باقف. انما انا في الاخر لدينا علاقة بالعلم. اكيد طبعا. يعني العلم واللي انت محتاجه. هنا هندردس. 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 افطوب فوتبولرس. لايك جيمي فاردي. اللي هو النيكوتين. ارورن. ارورن. يعني سموم. سموم. طبعا الصورة دي كمان. مشكلتها كمان ان هو ماسيك. هو لافس فانيلة المتخب انجلترا. فطبعا اكيد دي يعني ممكن تكون عملت له مشكلة. مشكلة كبيرة. اخيرا عايز اخد رأيك دكتور عبد الرحمن. بجد يعني. ايه الخطوة الاولينية لناخدها. لان الكلام حلو. ايه الخطوة الاولينية لناخدها. ازاي الاندية تتحرك في الموضوع ده. يعني انت لو انت مكان. او انت مسؤول في نادي. ايه النصيحة اللي بتقول المسؤولين الاندية. عشان يتأكدوا. ومش يتأكدوا بس. لان في الاخر اللعيبة دول ولادهم. اكيد. ان هما يوصلوا المعلومة صح. وتمكشور او نتأكد ان اللعيبة بطلت الموضوع ده. نعمل ايه. بسكرة بتنميدو. هو انت اول حاجة يعني تعترف ان فيه مشكلة. تكون فاس ان فيه بروبلين. طبعا. وانس ان انت اعترفت ان فيه مشكلة فهتبدأ تاخد اجراءاتك. الاجراءات بقى هتتفاوت. اول حاجة فكرة الاساسمنت. اقيم. هل فعلا عندي المشكلة كبيرة في الفريق. عن طريقة تحليل دم. تحليل دم. بصلت جدا. تعرف نسب من الليكوتين عالي. هنا فيه حاجة تقلقني. وبالدم في الدم. طبعا. اقول بول كمان. هل انت بتدخن ولا فيه المشكلة التانية. فنبدأ نتفاهم. طب قللي السبب. ونحن نحل الموضوع. وابدأ أساعد اللعيب ده. الموضوع ده حقيقي فعلا بالتيبرينج. اللي هو سحب المادة منه. الموضوع ده فعلا. ممكن تشفق على العيب منه. هو هيرفض انه يعيش في حياة مزاجية سيئة جدا. وصداع. وتوقف. مليون في المئة تقدر. مليون في المئة تقدر. بس يبقى عندك البروتوكول. يعني هو مش شغلانة النادي. شغلانة المؤسسات الطبية. اللي ممكن تدعم النادي. يعني النادي يروح للمؤسسة. لمكافحة. زي ما كان الدكتور والمعانة. ان انا ازاي اواجه ادمان النيكوتين. وابدأ اخلص اللعيب من القضية دي. طب رسالتك ايه برضو. ماشي. ده المسؤولين. حلو. ان اللعيبة برضو. يعني. لو انت النهاردة في قصة ما تكسفش. عادي. انا جماعة البتاعة ده انا اخدته. ما كنتش عارف انه هو خطر. ده اللي انا بقوله للشباب. انا بتاعته ده. ما عرفش انه هو خطر. ودلوقتي مش عايش من غيره. ساعدوني. انت كمان ممكن تروح. انا كنصيحة للعيبة. ودي كنت عاملنا بيه كتير جدا. ملعيبة كتب تنميده. صديقي. ما تاخدش اي حاجة انت مش عارف اي هي. وما تاخدش اي حاجة. ولا اي دوع. ولا اي حاجة. اللي لما تسأل الدكتور فرقتك. هل الشيء ده صح او غلط. وممنوع على مسموح. يعني انت زميلك قالك انه شربت ده. او خدت. قصة حصلت معي. مرة وانا بلعب في مرسيليا. جالي برد. اه اخدت حاجات في اي فادر. جالي برد جامل جدا. فامي كان مدياني دواء كده اسمه ايه. وانتو ثبي كده. دواء برد. طبعا انا هموت في البيت. بالبع. فكلمت الدكتور النادي. فدكتور النادي قال لي خد براستامول. فانا عاب براستامول مش عام مع حاجة. انا محطني براستامول يا ابا. براستامول يا عام. انا هموت. حرارتي تسعة وتلاتين. اه. اتجعت الامي. وخدت ال one two three. وعب فعلا بعد يومين بقت كويس جدا. حرارتي نزلت. الامور كويسة. الدنيا تمام. تمام. رحت النادي دكتور النادي في مرسيلي قال لي. انت خفيت ازاي في السحر. دكتور دا احنا عندنا دوا في مصر سحر. خففتني هوا. فقال لي. هتلينا منه ده. لا. قال لي وريني. رحت تاني يوم خدت له الدواء. انا فاكت كويس او. خدت له الدواء. فبص كده او ما بص. قال لي. اخفى بقى دلوقتي. لا لا لا. قال لي انت مش اتمرن. كان عندنا مطش السوشو بعد يوم تلات تنين. لا لا. قال لي انت مش اتمرن. هنطلع مع بعض عن المستشفى. رحت. طلعنا. عملنا. بلوت سامبل. بلوت سامبل. تلات بوزدور. ها. الفدر والسودة الفدر. لو كنت بقى. والاسبوع اللي بعدها عملت كاشف تالي. تخيل عزرا. وميده بياخد دواء عادي. مريض. مريض. انا عيان يا بي. يعني عايز اقول لك. احنا وصولا ان انت. مش لايسنس. انت مش مصرح ليك. انك تاخد اي دواء من راسك. انت عندك دكتور في الفرقة. الرجل ده على علم. ومفروض في اخصائي تغذية. او طبيب تغذية بالفرقة. على علم بكل المواد المنشطة. والادوية اللي مسموح بها. انك تستخدمها بجرعاتها. يعني انا مش هروح اقول لك. خد الدواء الفلاني. اللي فيه نسبة صدق فدر. مثلا. او مادة بتساعد على خف الرشح. وكده. 3-4 مرات في اليوم. لا دي جرعة. مش هقول لك. روح اخد دواء فيه خفض حرارة. ممكن يكون فيه مشاكل. بأي جرعة. منتجات الكفاين موجودة. ببعض الأدوية. بتساعد على تقليل الألم. المتحسين الصداع وكذا. بتفعش كده بأي جرعة. فانت النهاردة كطبيب فريق. مسؤول ومخول. انك مفيش لعيب عندك. ياخد أي حاجة ببقه عذرا. دواء او مكمل او اي حاجة. غير ما يلجأ لك او يسألك. انت ودكتور التغذية المسؤول في الفريق. وبالتالي. انت مسؤوليتك كلعيب. انك تحافظ على نفسك. ورجع للدكتور بتاعك. ارجع للدكتور بتاعك. صحيح. يعني عندي خبر كويس ان الدكتور واقل صفوط. قال انه هو مستعد. وانا متأكد ان انت دكتور عبد الرحمن كان مستعد. انه هو ينزل للأندية في مساعدة الأندية. بدون أي مقابل. عشان يساعد اللعيبة ان هي. طبعا دكتور واقل صفوط. رئيس اللجنة الدولية. الدولية لعلاج ادمان التبغ. انه ينزل. ويساعد اللعيبة في الأول. الأندية في اكتشاف الموضوع. ثم بعد كده طبعا في كيفية العلاج. الدكتور واقل صفوط. وانا انا نتبنى قصة دي. وانا نتبنى قصة دي وانا شخصيا. ونبتل نتحرك في الموضوع. لان في الآخر مصلحة الأندية ومصلحة المنتخب. ومصلحة الشباب ومصلحة اللعيبة أم من أي حاجة. اكيد كابتن ميدي. وفي بدايل صحية. وفي بدايل مسموحة من الوادة. وبدال منبهة طبيعية جدا للعيبة. يقدر يخذها تحسن أداءه في المتش بشكل قانوني. لما قلت لك ان انت هحرمك من الوادة. هديك بدايل. بالضبط هديك البدايل المسموحة. اللي صدقني هتكفل لحضرتك بالأداء الجيد. بدأنا على صحتك العام أن أحافظ عليه. ألا مش هطلوب مني عشان أقدي كويس. أخلص على نفسي. صحيح. هفتحنا ملف. ووعيدك أن احنا هنعمل فولواب عليه. وهنتابعه. وإن شاء الله نكون سبب زي ما كان البرنامج المنتدى. كان سبب فيه علاج الحمد لله كثير من المشكلات اللي بتواجه الكرة المصرية. إن شاء الله هنكون سبب بإذن الله بتكاتف الجميع. إن الموضوع ده ينتهي في الدوري المصري. موضوع الإسناس. أنا سعيد بك جدا أنك أتميده النهاردة. وبالأيديا دي بجد. والقضية الكبيرة دي الفعلي. أنا ما تخيلتش أن حد ممكن يثيرها من كترة ما إحنا عندنا تحفظ على الموضوع شوية. فمشكور بجد مشكور. وكل الفكرة النهاردة نديته ثار ده. أنا مش عارف أقولك بصراحة. شكرا دكتور. أشكرا أنه ورطني. شكرا أنه خير إن شاء الله. دي كانت حلقة النهاردة. وإن شاء الله في الويكند الخميس والجمعة موجودين مع الكابتن بركات. وأرجع لكم بها من بداية الأسبوع والسابق. أشوفكم على خير بإذن الله. موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة